القوة اللي كنا قد تعودنا عليها الغرافة في الماضي نشت أكرم كرة يلعبها عرضية طويلة ولكن الكرة أيضا مكتوعة تعود مرة ثاني النشت نشت لأنس مبارك يشوت يلعبها الكور الله دول مينون 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 فعلا نوى مجنون 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 أنس مبارك أنس 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 مبارك توني قاعد أتكلم الغرافة لم يأتي بعد بالكرات المجنونة والبرازيلة سيد ماركوس باكيتا نعم يظهر الغرافة يظهر الغرافة بتزديدة صاروخية تغيرت من المدافع تغيرت اتجاهها وبالتالي مسعود زراعي ما فعل أي شيء لأن الكرة تغيرت فعلا واصطدمت والكرة تحولت إلى المرمى واحد الغرافة لا شيء فريق النادي العربي واحد الغرافة لا شيء العربي من كرة تزديدة نارية قوية صاروخية سميها كما يحلولك أن تسميها هي كراته أنس مبارك هي لعباته هي الطلبة أن أحد الأفضل المواهب في الدورة الفرنسية عموما كرة تلعب الآن عرضية في مكان خطيرة كول كول ما لها إلا كلمرسون كلمرسون الله عليك يا كلمرسون أنت تبدع واليوم تبدع وكنت قد أبدعت وكنت في الماضي أفضل المهاجمين على الإطلاق عندما سجلت 27 هدف في دور المحترفين القطري ها هو كلمرسون اليوم يعود للتعلق من جديد بكرة عرضية من اللاعب هاكن يكين وبعد ذلك ريكل مرسون أوه لدغها اللاعب البرازيلي طريقة ريفالدو طريقة رونالدينيو طريقة رونالدو أشعير وبالتالي فعلا هي الطريقة البرازيلية وهي اللمسة الساحرة للكرة البرازيلية تاتي عن طريق كلمرسون وبالتالي كلمرسون الله عليك الله عليك في هذه المباراة تبدع وفي كل مباراة تبدع وفي أي مسابقة تبدع وفي أي موسم تبدع وبالتالي هكذا هو حقيقة كلمرسون اللاعب